بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي صدق الله العظيم أبناءنا طلبة وطلبات السنوية العامة حين استكمالا للفصل الأول بنحل أسئلة على كل درس سبق شرحه شرحنا درس قانون قوم للدائرة المغلقة وديني عليه أمثلة وقلت واجب من كتاب الوسام حوالي اتنين وخمسين مسألة في التاب الوسام بنك الأسئلة على قانون قوم للدائرة المغلقة طبعا في بعض طلباء قالوا لي بعض مسائل معينة حاوزين يحلوهم وطالما كذا واحد طلب هذه المسائل سبعة تمن مسائل أنا حلوهم دول بالخص للجميع بس أما باقي المسائل واحد وخمسين بنحلوهم على المنصة واحدة واحدة بالتفصيل بس دول هنحلوهم على العام طالما طلبوهم كذا واحد فيبقى من أن الناس كلها تعرفهم ونشرعهم للكل هنبدأ نشوفهم إن شاء الله ونحلوهم بالتفصيل وبهدوء مع بعضنا إن شاء الله وبعدين دول بقولوا صعبة ما فيش حاجة صعبة إحنا بنقول دايما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا وده صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا فيش حاجة صعبة إحنا نتوكل على الله إن شاء الله ربنا حيبسط كل حاجة تعالوا نشوف الصعبة دي ونحلها مع بعضنا أنا رقم عشرين من مسائل اللي هي على قانون أم للدارة المغلقة في الدائرة التالية وبتغير الريستات حصلنا على الرسم البياني الآتي وده رسمتين اتنين مع بعض يوضح العلاقة بين قيم V1 و V2 و I أدي I و V1 و V2 على محو الرأسي أنا من الرسم دي ومن الشكل انت شايفوا دي عاوز R1 و R small و R capital و VB دول مجاهيل على الرسم نفكر إزاي أولاً الوضع المسألة جديدة وفكرة كوهيسة أحد حبيبي من الشباب حط المسألة دي جميلة جداً بس بسطها قوي لأن عمل إيه قال لك V1 اللي باللازرق دي هو علاقة بين V1 بين طرفين مقاومة وقال وفيه تولي باللحمر علاقة بين فرق جود بين طرفين بطارية و I أنا مستغنى عن دي ليه يا أستاذ؟ لأن أنا عارف أن الفرق الجود بين طرفين مقاومة حسب قانون أوم علاقة طردية بين V1 وال O اللي هو الأزرق طبيعي يعني هو خدام نفدي طيب أنت عاوز إيه نشوف أول حاجة علاقة بين V1 و I قانون قانون أوم علاقة طردية وخط طردية مر بلقطة الأصل الميل بتاعه يسوي R اللي هي دي إيه اللي بنعرها؟ يبقى إذن R R هتسوي الميل والله عم الميل أجيبه من الرسم ميل الحتة دي الجزء دي على الجزء دي آه ده كام؟ عندك أربعة التمانية ده هو أربعة ومن هنا اثنين لأربعة اثنين يبقى أربعة على اثنين يسوي اثنين أو يبقى نعرفت R كابتال إثنين فلصنا من واحدة في علاقة بين فرق جود بين طرفين بطارية و I قانون أوم للدارة المغلاقة باش إحنا عارفين يبقى بهذا الشكل آه اللي هو دي طيب وإحنا قلنا في الشرح قانون أوم للدارة المغلقة علاقة زي ما انت شايف تناقصي ومن القانون ميل العلاقة دي ايه؟ R small لأن V أهم اللي هو فيه توبا يسوي فيه B آه نقص I R R small ال I هي دي معامل ال I اللي هو R small هو الميل طيب يالله نجيب ميل ميل الجزء دي الخط دي دي على دي دي تمانية من عشرة اثنين وده اثنين يبقى رسمه اللي هي اللي سلوب هتطلع اثنين على اثنين فيها الواحد وغرفنا حكتين كويس عاوزي VB اللي هي بتاع البطارية المكتوبة هنا والله نرجع للقانون دي V2 نحن نختار نقطة والله النقطة بهي اللي هي عشرة آهد عشرة يسوي فيه B ما هي دي لنعيز يا حبيب نقص I الله دي عشرة التالي بتاعها اثنين اثنين فيه R من تطلحتي لي R اسمون بواحد يبقى عشرة بسوي فيه B نقص اثنين بواحد يبقى فيه B هد هنا اثناشر يبقى اذا عرفنا VB كام اثناشر و I سمول اللي هي الواحد و R كابتل اثنين يبقى شوف الإجابة الصحيحة اي حتى لها الإجابة الصحيحة G هذه مسألة جديدة ربط حاجتين في حاجة واحدة جميلة جدا المسألة حناخدها بقى دلوقتي رقم اثنين وثلاثين تعالوا نشوف وكده نشوف ايه بقولك قراءة الفلطميتر فين الفلطميتر اهو عند غرق المفتاح كي فين المفتاح كي اهو قراءته كام اه لاحظ البطارية 40 فلط مقومتها الداخلية واحد او انا غلقت المفتاح تعالوا نشوف لما نغلق المفتاح لو انا غلقت المفتاح كده حيمر رتيار انا عشان اجيب قراءة الفلطميتر اللي هو فرق الجهد بين طرفي هذه المقاومة بدايته نهايته يبا لازم نعرف التيار اللي ماشي في المقاومة دي عشان نعرف التيار اللي ماشي لازم نعرف المقاومة الكلي جميل نبدأ انا اطلع من القدب الموجب هون الفلطميتر لنهاية المقاومة هيمشي التيار المقاومة دي بان طرفيها سلك اعديم المقاومة والمقاومة دي بمطرفيها سلك عدي من المقاومة ودي برضه أهو ودي رخ إذن الأربع وأربعات دون مش هيمشي شون تيوم أمان التالح هيمشي سال شورت سير كت حيمشي كده أهو وييجي كده أهو أهو ما فيش مقاومات ماشى أهو أهو من حد ما جاء هنا لم تقابلوا أي مقاومة سلك عدي من المقاومة لحد ما جاء هنا لكن لما يمشي هنا فيه مقاومة طب ما حيمش في السلك لن يوجد مقاومة يبا المقاومة دي ودي 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 اتلقوا ليه؟ لأن بين طرفيهم كلهم هم سلك عديم المقاومة جميلة جدا إذن R-Total المقاومة الكلية بسيطة جدا 4-1-5-3-8 ما هم فيش لهم دو يبا R-Total 8 أو يا عم إحنا عاوزين R-Total التيار الكل 40 أهي على 8 أي يسوي 5 أمبير بسيطة أنا عاوز قراءة الفولتميتر قراءة الفولتميتر والله قراءة الفولتميتر هو من طرفين مقاومة دهي ثلاثة حل قرأت كم R-R هو التيار كله حيمش فيه أهو يبا آي 5 في المقاومة 3 عيطلع 15 15 إيه فولت أنهي إجابة صحيحة الإجابة رقم جيف دي مسألة بسيطة هاي شكلها كده غريب كده لكن هي سهلة خالص المسألة رقم 33 فيها نقطة متصلة بالأرض وأنا سابق وقلت في الشرح التفصيلي للجزء ده كله وقانون أو لا يمكن في دايرة كهربية ما عرفت جهد نقطة استحالة إلا إذا عرفنا جهد نقطة أخرى في الدايرة أعرفنا كباقي النقاط فالدائرة دي فيه نقطة متصلة بالأرض خلاص يبقى جهدها يسوي جهد الأرض أنا قلت جهد الأرض صفر لو اديتها شحن قدت منها شحن صفر يعني الأرض أول ما توصلها شحن جهدها في الحال صفر مش يجيب تدريجي إيه اللي تدريجي لما يبقى صفر لا في الحال صفر جهد الأرض صفر ولها أسباب ولها تفسير شرحت أنت عاوز إيه في المسألة بيقول لنقرأ المسألة في الشكل النقطة تي متصلة بالأرض فإن جهد النقطة كي سوي جام بسيطة أنا عشان أعرف جهد النقطة كي دي صفر لازم نجيب البوتينشان ديفرنس فرق الجهد بين كيوتي يا عم عشان تجيب فرق جهد وانت شعر في التارك آه ده فيه بطارتين واحدة تمانية وواحدة اربعة وعشرين آه مع بعض ولا ضد بعض لا ضد بعض مين الأقوى دي يبا تيارها هو اللي هيغلب أربعة وعشرين هي الأقوى يبا هي الدفع هي بتدفع كده ودي بتدفع دي باسمها قوة دفعة فبتدفع كده أكبر من الدفع كده يبا تيار أهو هادي اتجاه الطيارة اتجاه الطيارة الديريكشن في كرع أهو حلو أنا عاوز أحسب أنا عاوز أحسب أنا عاوز أحسب التياري الأول واثنين خمسة وثلاثة يبو تمانين يبا تيار كله اتنين أمبير اهو اي اقوى اتنين أمبير حلو انت عاوز ايه أنا عاوز جهد النقطة دي اهو افرد النقطتين دول هادي ك وتي التيار جاي بيش بدخل في البطارية دي جهدها تمانين يبا فرق الجهد بي بين الك والتي فرق الجهد الأول نجيبه ما احنا اتفقنا عشان أجيب جهد نقطة أجيب التيار أعرف اتجاه التيار نمرة اثنين أعرف فرق الجهد النقطة المعلومة والنقطة اللي أنا عايزة عرفت فرق الجهد نقدر نعرف جهد النقطة أنا عرفت التيار وعرفت اتجاه التيار جاي من ك اهو من ك راحلتي طب فرق الجهد دي بطارية التيار داخل فيها يبا بتوشها يبا فرق الجهد بين طرفين نقطتين دول بين النقطتين البطارية والمقاومات اللي موجودة معاها يعتبروا كأنهم أردخلين يبا يبا تماني البطارية دي التيار داخل فيها زائد لان نبتوشها اي فو ار اي اتنين اركاب واحد واثنين ثلاثة هتقول لي عمد المقاومة الداخلية واحد دي بتعتبر معاها لان انا باخد باطة الفولتاميتر هنا دي كلها مقاومات داخلية اي نقطتين في انبطارية معها مقاومة داخلية ومعها مقاومة يعتبر ار سمول بتاعتهم الداخلية بين الطرفية اتنين في تلاتة بستة وتمانية ستة وتمانية يبا كام اربعتاشر فولت نقف بين ك و ت اربعتاشر ك اعلى من ت باربعتاشر تي صفر يبا كام يبا ك اربعتاشر فولت يبا الاجابة به حل اص واحد يقول لي عمي انا هنجيبها من هنا ماشي نجيبها دي و دي نقطتين ما هو انا كأنه حاطت هنا فولتاميتر انا عاوز نجيب فرق الجه التيار ماشي كده يعني خارج من البطارية يبا فرق الجه دي بين النقطتين ده هم في حيساوي اربعة وعشرين اللي هي في بي ناقص اي ف ار اي اتنين اه التيار اتنين في كام احنا اتفقنا دي تبحة اتنين في خمسة حيساوي عاشرة من اربعة وعشرين يتبقى اربعتاشر فولت يبا انا حسبتها من هنا طلع الصح حسبتها من هنا طلع الصح يبا هي جهد النقطة كام اعلى من جهد الارض باربعتاشر حسبتها بطريقتان هذه اسي دي الجهد اللي هي النقطة دي دي مسألة فيها اتصال بالارض المسألة اربعة وثلاثين الدائرة الموضحة بالشكل بطارية قوتها ستاشر اهي وبطارية اخرى قوتها اربعة فولت وجد انه عند غلق المفتاح كيه المفتاح كيه افنا المفتاح كيه طبعا حيمشي تايار فلما مشي تايار او المفتاح مفتوح كده له قراءة غلقت المفتاح حصل الآتي فان فيه وان حتقل بمقدار اربعة تزيد قراءة الفولتاميتر فيه وان في وان تزيد قراءة الفولتاميتر باثنين ده يزيد اثنين وده ايه الاربعة برهدوء ليه ده زادوا ده قل دايرة والمفتاح مفتوح قراءة الفولتاميتر فيه 16 ودهو اربعة لما نغلق الدايرة التيار حيمشي طبعا كده يبا البطارية ديت بتشحن حتزيد الزيادة بتساوي اي ار وان دي اللي تزيد بمقدار كام فانك تزيد قراءة الفولتاميتر في وان باثنين دهو يزيد اثنين وانعرف ان في وان دي بساوي اربعة زائد اي فو ار ار اي وان زادت اثنين زادت كام قالك زادت بمقدار اثنين يعني معناها ان الاثنين دي هي اي ار وان اي ار وان اما دي نقص بمقدار اربعة اه ده دي بطارية تانية بتفرع يبا لما تنقص اللي هي في دي بي mà نقص اي عر تو نقص اربعة ده اربعة يبا اربعة يساوي اي ار تو من دي ودين لواء قلت لها واحد ده اثنين بسيطة خاصة اقسمهم على بعه نقسم ده على ده 2 على 4 يساوي I R 1 على I R 2 راحة ال I مع ال I ودي يتبقى إيه 1 على 2 اختصرتها يبقى R 2 بالساوي 2 R 1 R 2 خليها نكتبها كده R 2 بالساوي 2 R 1 بس عرفنا إن المقامة دي ضعف دي من هن حتى بالمقه خالص دي I هي I دي أربعة يبدا هي ضعف دي R 2 ضعف و R F 1 لكن أنا عاوز أعرف R 1 و R 2 هذه بقى الدائرة بقى كلها نشوف إيه اللي فيه الدائرة دي التيار اللي ماشي فيها كله نحسب التيار الكل I في الدائرة كلها دي 16 ناقص أربعة يبقى 12 أهو علموا قومة كلها والله عمي ثلاثة زائد R 1 و R 2 أنا عاوز أختصر R 1 أهي و R 2 هوا R 1 و R 2 ما هي R إحنا قلنا R 2 بسوطين R 1 يبقى R 1 زائد R 2 يعني ليه در نقولك 12 على 3 أهو دي كام 3 زائد خليها إيه 3 3 ماشي خدتها مشترة 3 3 أرون أنا خدت 3 بره مشترة و دول R 2 بالساوي 2 أرون يبقى R 1 و 2 أرون يبقى 3 أرون و هنا 3 خدت 3 بره يبقى اكتبها تاني أهي يبقى 12 على 3 هنا خدت خدت 3 متى مشترة كتبقى 1 1 زائد R 1 أهو 1 زائد R 1 دي مع دي فيها الكام 4 على 1 زائد R 1 بسيطة أهو من التعويض مباشر يبقى i بالسوء 4 على 1 زائد R 1 نيجي أي واحدة فيهم R 1 مثلا دي نعوض في المعادلة رقم 1 هنا 2 بالسوء أوي أهي أوي أربعة على 1 زائد R 1 في R 1 بسيطة يبقى هنا دي أربعة R 1 يبقى إذن أربعة R 1 هتساوي 2 زائد 2 R 1 ضرب طرفين فوسطين أربعة R 1 أهي فواء على 1 يبقى 2 هت 1 و R 2 يساوي إيه أه R 1 يساوي 1 و R 2 يساوي 2 يبقى R 2 يساوي 2 R 1 يساوي 2 يبقى الإجابة القدرة المكومة 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 الخارجية مجرد 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 النظر 3 3 1 يساوي 1 1 1 الطالب الشاطر يعرف المعلومة توفر وقت وتوفر جهد وتجدي سرعة في الحالة أول ما بصي لها قارة الداخلية 2 من الاتنين دي بها أكبر قدرة ولا أحسب ولا أعلم وفرت وقتها لا طيب لها إثبات آه لها إثبات مش عالية كبيرة معلومة بالدهال عاوز إثباتها دي موجودة في كتاب للدليل المعلم أنا عام للمدرسي لكن دي لما تب قارة الداخلية السوء قارة الخارجية في حتين نمرة واحد أكبر قدرة مستهلكة في الدائرة الخارجية نمرة اثنين كفاءة البطارية بسوى 50% المسألة 43 وصل عدد إن مقاومات قيمة كل منهم أرسمو على التوالي يب عرفنا المقاومة الكلية إن في آر مع بطارية قوتها الدفعة إي آر ومقاومتها الداخلية برضو زيهم آر فتكون النساء من فرق الجهد بين طرفي البطارية إلا قوتها الدفعة الكهربية تبك بسيطة والله عام إحنا نحسي بالديار الأول آي آي حسوي إيه البطارية قوتها الدفعة إيه بسيطة المقاومة الخارجية ما هم عدد مقاومات إن بآر عدد مقاومات إن آر زائد المقاومة الداخلية يوبا المقاومة الخارجية إن آر زائد آر حلو يعني إيه آر على إن زائد واحد بس أنت عاوز إيه عاوز فرق الجهد فرق الجهد بين الطرفي البطارية فرق الجهد بين الطرفي البطارية في بساوه في بي آه إيه ناقص آي آر آي أهو إيه على آر إن زائد واحد في آر ما هي في بساوه في بي ناقص آي في آر إنت عاوز إيه الفي على الإي يوبا في بي تساوي إيه ناقص إيه آي إيه آي اللي هي إيه آي إيه على آر افتح قوس إيه نزائد واحد وآر أنا حتساوي آهو أنا أخذ إيه بر آهو إيه آهي افتح قوس هيتبقى واحد هنا ناقص أنا شلت الإيه هيتبقى آر تروح مع الإيه هيتبقى إيه ناقص واحد على إن زائد واحد اقفر القوة كله آهو هاتي إن زائد واحد ده بيه هو بيقول النسبة بيه على إيه يعمد الفيه هي والإيه أهي دي هنقصمهم على بعض هنحط إيه هنا لو قسمت ديه على إيه راح تقيم مع الإيه هيتبقى إيه على طول أهو مثل ما نكتب تاني هيبقى واحد زائد واحد على إن زائد واحد تساوي خد مشترك مضاعف مشترك إن زائد واحد واحد ناقص أهو مش زائد ناقص ناخد إن زائد واحد على واحد يبقى إن زائد واحد ناقص واحد راح الواحد معه ديه هيتبقى إيه هيتبقى إن إن على إن زائد واحد يبقى إذن دي هيساو ذي على إي ذي على إي كلها حيطلع كاي من الإجابة الصحيحة به هذه الإجابة به من أجمل المسائل اللي جات في الأسر المسألة اللي انت شايفة دي سألة جميلة فكرتها حلوة وعاوزة تخيل شو هي أو شوفها نقرأ المسألة مع بعضنا بيقولك جات في امتحان الأزر بيقولك في الدائرة الموضحة بشكل فإنك رأت في ون بين طرفين بطارية وفي تو بين طرفين مقاومة إيه بقى الحكاية هنا بالراحة كده الشكل ده غريب هل المقاومات دي توازي مع المقاومة دهين أو يعني ستة وستة وستة والواحد ده هو توازي مع بعضها إزاي يا أستاذ أهو كي امسك النقطة دي هي النقطة دي هنسمي النقطة دي مثلا واحد ده هي واحد واثنين مقاومة ستة وستة وستة الستة وستة وستة دور كلهم توازي يطلعوا كامل اتنين أو آه عندك اتنين أو توازي معهم واحد أو آه اتنين في واحد على اتنين زائد واحد يطلع اتنين على ثلاثة أو ده المقاومة ايه؟ الخارجية دية اتنين على ثلاثة اتنين على ثلاثة اتنين على ثلاثة المقاومة الداخلية للبطارية دي تم مع المقاومة الخارجية يعني اتنين على ثلاثة زائد واحد اتنين على ثلاثة زائد واحد يبقى كامل؟ ثلاثة في واحد ثلاثة وتر خمسة يبقى خمسة على ثلاثة او ده ار الخارجي ماشي آه انت عاوز في وان وعاوز في تو اهو في وان يا سيدي بين طرفين بالطريق يساو في في اتناش ناقص اي اي خمسة اي بقى كامل؟ اي خمسة على المقاومة خمسة فوق ثلاثة في واحد ثاني في وان بين طرفين بطارية يساو في بي ناقص اي اي يساو اتناشر على المقاومات الكلية اتناشر على خمسة فوق ثلاثة بقامل مقاومات العباصة في ار واحد مقاومة الداخلية يعني اتناشر الثلاثة في اتناشر على خمسة الثلاثة في اتناشر يبقى كامل؟ ستة وثلاثين على خمسة حيطلع كامل؟ ستة وثلاثين على خمسة فيها السبعة واثنين من عشر اتناشر ناقص لو قسمت دي سبعة واثنين من عشر اطرحها من الاثناشر حيط بقى أربعة وثمانية من عشر أربعة وكامل؟ وثمانية من عشرة فولت حين في وان طلعت بكذا أنا عاوز في تو والله عم في تو بسو اي في المقاومة الخارجية ار خارجية اي بقام ما احنا اتفقنا اي اللي هو قوة البطارية اتناشر على المقاومة خمسة في تلاتة تاركن اه 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 المقاومة الخارجية اتنين على تلاتة تلاتة مع التلاتة يبقى اتنين في اتناشر اربعة وعشرين على خمسة اربعة وعشرين على خمسة فيها الاربعة وثمانية من عشر هون اه يبقى ار وان تسو ار تو طيب ده منطق ولا لا يبقى الاجابة الصحيحة مين ده اللي هي الاجابة اه اللي هي الاجابة جي الاتنين يسو بعض يسو دين طب انا عاوز اعرف دي منطقية ولا ده اولا انا هقولك رسمة بسيطة صغيرة لو انا قلتلك البطارية هي وفيه مقاومات خارجية فرق جهد بتاع طرفي البطارية بطارية V1 يساوي فرق جود في المقاومات الخارجية V2 لانه مفيش غيرهم يوبا V1 لازم تساوي V2 لان كل المقاومات الخارجية دول والبطارية هي يوبا V1 لازم تساوي V2 ادي المسألة الجميلة دي يوبا الشكل ده هو كده غريب شوية لكن دول كلهم توازوا كلهم مقاومة خارجية واحدة ابناءنا الطلبة حلت بعض المسائل عام للكل اللي طلبوها الناس اللي بيقول علىها يعني فيها فكرة ولا حاجة والحمد لله حلناها وأما باقي مسائل قانون قوم للدائرة المغلقة حتى جيتها في المنصة بالترتيب خحدة واحدة بالتفصيل المريح بحيث الطلب يفهمها تماما واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته